زمان يقول لك الساحر ودي عصاية الساحر. ايه. فعصاية الساحة بتحول لك اي شيء. نص النحو نحو النص وكراءة لدنيا. اللي انت عاوز انواع الخبر. عايز انواع الخبر. عايز انواع الخبر. اللي انت نفسك فيه. طبعا انواع الخبر درس مكرر على الصف الاول الاعدادي. واحنا قلنا الستة اتداعي فضل قاعد. برضو لانه نص برضو شوف معاك انواع الخبر ومعاك كل اللي هنقوله في النحو زي ما بيقوله اغاني مكررة بس الغنوة بتعلى شوية. يعني بتاعنا رتمها معاك شوية. لغاية ما توصل على فكرة سنوية عامة. هيبقى عندك انواع خبر ودنيا كلها انواع خبر. اقول لك على حاجة الصعيب. ولادنا ولاد اه من دراسة على الهوى. احنا لما جينا شرحنا لهم اه انواع الخبر السنة انا فاتنا او حضرك اللي شرحته كنت حضرك اللي موجود معاهم. لما جينا شرحنا اه او حضرك شرحت اه انواع الخبر شرحته لهم بشرح اولعدادي. يعني هو هنا دلوقتي مش هيحس بفرق كبير. تمام. لان احنا بنشرحه كامل. هو مطلوب منك وانت فسدت اتداء ان انت تستخرج نوع الخبر بس. وكل زميلنا مش احنا بس يعني مش كل مدرسة على الهوى. يعني كل اسات زيتنا اللي موجودين في المدارس. لما بيجي يشرح درس اه انواع الخبر بيشرحه بالتفصيل. وده اللي مطلوب عشان ابننا لما يطلع قولها ده دي احنا بنقول ايه? دايما مدرس المدرس سواء كان في المدرسة او مدرس في المدرسة على الهوى او مدرس في اي مكان. المدرس ده بيبقى مهمته ان هو يدي المنهج ويأسس. بنعمل عملية تهيئة للي جاي. احنا قولنا تعليم اساسي. يعني مرحلة. تأسيس زمان انت قلت كده. عشان كده حتى مصطلحات انت بتقولها لولادك من الصف السادس يبتدائي. بيفضل معك لغاية ما يخد. يدخل جامعة. هو بيقول لك على فكرة. استاذنا انت قلتلي كزا. واحنا كننا في سنة ستة. خد بالك بيفتكر من عشان دي اسمها تأسيس. فمن تأسيسنا في انواع الخبر هنقول بقى اولادنا اللي بقى اصبحوا الان في الصف الاول الاعدادي. انواع الخبر اختلفة واسحاتم عن السنة اللي فاتت حاجة. والله احنا نشوف كده واخبار حيك ونقارن ما بين السنة اللي فاتت هنلاقي هي هي. اه. انواع الخبر اللي موجودة في ساتة ابتدائي هي 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 انواع الخبر اللي موجودة في الاعدادي هي هي اللي هتقابلك في تالت سنة. انا انت عامل حاجة لذيذة الاول. عشان اولادنا برضو في الدخلة نفسها اللي احنا قلناها الصف السادس هو اللي بنقول الصف الاول الاعداد. يعني ايه مبتدأ? ويعني ايه خبر? في البداية اصحاتي. زي زي ما نشوف الشاشة دلوقتي. انا باتكلم على مبتدأ. يعني ايه مبتدأ? المبتدأ هو الاسم الذي بدأت به الجملة. حلوة قوي. والاسم اللي بديت به الجملة ده. العلمة بتاعته ايه? شغلة. مرفوع. خلصة. اسمه مبتدأ. ان لم يدخل عليه كان واخذ. تمام. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الجملة الاسمية زي ما نقول ايه المشفية. حلو. اه اللي مفيش فيها لكان ولا فيها ان. مفيش حاجة دخلت. اه مفيش حاجة دخلت عليه. طيب. الخبر? الخبر هو ما ما اكمل او الاسم الذي يكمل او الفعل او 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 ايا كان الخبر هو ما يكمل معنى الجملة. ولا يشترط ان يأتي بعد المبتدأ مباشرة. احنا بنسميها كده لو وتفتكر قبل كده برضو كان طلبة الصف السادس معايا. الجملة دي عاملة زي البيت اللي اتفتح. فتحت البيت. ان ما قفلتش ما زال مفتوح. الجملة مفتوحة بدخلتك مع المبتدأ. اللي بيقفل باب الجملة هو الخبر. قفلت ولقيت انت عاوز تقول بقى خلاص. شكرا انا قفلت. يبقى الخبر اتواجد. يبقى هنا جملتك تمت. كمل معنى ايه? الجملة. وانا عايز اقول لك على حاجة انت كاقول اعدادي انسى موضوع احنا دايما بنعاني من رص الكلمات. يعني الكلمة دي يا كده يكون الناس هتقولك مصرحة برصاص. يعني من كتر ما انا بتكلم على رص الكلمات دي مشكلة بتقابلنا في النحوة يا جماعة. اكبر مشكلة بتواجه اي طالب حتى في تلتة سنوية اللي هم اخر حاجة بياخدوا لغة عربية ان لم يتخصصوا فيها. اكتر حاجة بنعاني منها ان ابننا بيرص كلمات. هو شاف اه عينه جات على المبتدأ يدور على الخبر ورابط. هو ده الخبر. سواء كان مضافئ ليه بقى. سواء كان حال. سواء كان اي حاجة في الدنيا يقولك هو ده خبر. المبتدأ لازم يكون اسم ولا يكون غير ذلك. يعني المبتدأ لازم يكون اسم يقع في بداية الجملة ممكن يتأخر. يعني هنبقى نقول لكم كده في حلقة من الحلقات ازاي يتأخر المبتدأ عن خبر. يعني المبتدأ يجي جوه. ما يجيش في اول الجملة. ودي اه في بعض الجمل هتقابلنا. الخبر هو ما يكمل معنى الجملة. مش شرط ان الخبر يكمل معنى الجملة انه يقفر الباب على طول. اه. ما هو ممكن يكون اول الشرع ويكمل الجملة. المهم من يتممني معنى. تمام كده. مكانه فين دي قضية تانية الخبر الخبر على فكرة اه يعني مارين شوي. احلها ازاي. يحب التمشيه. احلها ازاي بماله بتاعتنا. برضو اه. يعني انا اختبار بتاع ماله بتاعنا. يعني احنا من ساعة ما جينا هنا النهاردة ان شاء الله هشغالين بلدي. زي ما حالك قلت. تمام. يعني الدائرة بتاعت الهبازات. بتاعت ستة. اشتغلنا مين اللي وايه اللي مع كانوا اخواتهم عسان ستة. النهاردة هنشتغل ماله مع مين? مع برضو انواع الخبر. مع اقول العداد. تمام. يعني لما يجي للمبتدأ اقول المبتدأ زائد ماله هيطلع للخبر. طب انا ممكن ادي جملة كده. بس احنا قلنا اهم حاجة في النحو عشان ولدنا يا جماعة اقرأ القطعة كويس وما تعتمدش على رص الكلمات. تاني. قراءة متعنية. احنا بنقول لولدنا تاني طالب مجرسة على الهوى في النحو اقرأ صح. هتطلع وتستخرج صح. سنوية عامة كارستهم ومشكلتهم ان لما بيجي يقرأ ما بيفصص زي ما بيقول لك. شفي الجملة صح. اشتغل على انك تطلع منها كل كلمة وكل حرف. هتلاقي نفسك في النهاية حلتها. وما فكرة في بعض الطلبة. يعني يمكن ده بنشوفهم يقول لك ايه? عسانة بقعو دقرة كتير في القطعة. بتضيع معي وقت. يا ريت هتضيع وقت. لقرأت القطعة لقارطة متعنية. هي اللي بتصحح الوقت مش بتقرأ الوقت. الجملة دي لولدنا بتقع مدرسة على الهوى السعيد. الجملة بتقول لي طالب مدرسة على الهوى من افضل التلاميذ. تمام. طالب مدرسة على الهوى من افضل التلاميذ. طالب ماله. بتقرص الكلمات يقول له كلمة مدرسة تتقريب ايه? يقول له خبر. اقول له غلط. طب نقل خبر يا ابني هنا ايه يقولك? على الهوى شبه جملة. غلط. الله انت شغال ايه يا عم? انت شغال رص كلمات ما كيتش اه احمد يبقى ازد احمد. ما ينفعش الكلام ده. يبقى انا لازم اقول الطالب ده ماله. الطالب ده ماله في الجملة دي. طالب مدرسة على الهوى من افضل التلاميذ. بقى ما زالت لغاية كلمة طالب ومدرسة على الهوى انت عملت وصف فيه. كلها دي تعريفات لطالب. اه بتقول هو مين ده ده طالب مدرسة على الهوى. ماله. بالاخر بقى ايه? اه. ماله من افضل التلاميذ. يبقى ده انا عندي هنا خبر شبه ايه? شبه جملة. حلو. ده خبر. ده لما نصنفها لولادنا احنا لسه ما صنفلوش بقى. انا بدي مثال. لان هو عنده عنده فكرة صغيرة بسيطة عن انوع الخبر. انا طلعت له ماله هو. يعني انا ما رصدش. يعني انا في الجملة دي لو احنا اشتغلنا على رص الكلمات. يبقى اه طالب مبتدأ ومدرسة خبر وبقية الجملة اصحابهم جايين معاه. اه يعني احنا قلنا جملتنا تاني برضو مبتدأ خبر. مبتدأ خبر تجيب المبتدأ ازاي? وتطلع الخبر ازاي? زي ما لو صحتم بيقول لك. يبقى انت بتقول مين اللي عمل ده او ماله? ايه اللي حصله? ايه اللي جراله? ايه اللي حصله? ايه اللي جراله? هتلاقي ايه? الجواب في الخبر اللي جاي موجود معاه. طيب بعد كده وسحتم انا بعد ما قلت المبتدأ والخبر ودنيهات اللي موجودة. ايه اللي موجود بقى في انواع الخبر اللي عندي? المفرد. اه. اللي هو بيكون كلمة واحدة ويكون اسمه. يجب ان نحط مليون خطت تحت كلمة اسم دي. الخبر كلمة واحدة واسم. الخبر المفرد. ليه سمته مفرد? مش عشان بيجي مفرد. واحنا عرفنا الكلام من السنة اللي فاتي. ممكن يجي مسنة ومفرد وجامع. لكن انا باتكلم مفرد في شكله. في هيئته. كلمة واحدة. يعني لما اجي اقول مسلا سؤال الطالب. هي دي اللخباطة ياولاد عشان تبقوا عارفينها. مفردة يعني الكلمة مفردة. لكن بتتكلم بقى بقت مسنة بقت جامعة بقت شكلها ايه? لا ده الشكل ده حاجة تني. لكن هي الكلمة مفردة هي دايب اسم الخبر مفرد. بقى مسنة بقى جامعة برضو خبر مفرد. كنوع. نوع الخبر. لكن اعرابه هو اللي بيختلف بقى كمسنة وكجامعة. بصنا سعيد الجملة اللي قدامنا دي جملة طويلة قوي. الطالب الذي يستمع الى مدرسة على الهواء مكتهد دائما. تمام. طالب ده ماله. مكتهد. ماله. ايه يعني ايه ولادنا يقول لك ايه يستمع. انا بقول لك الطالب اللي بيستمع بص بص حولت الجملة الى ايه? الى الله. الطالب اللي بيسمع مدرسة على الهواء ده مكتهد دايما. الطالب ده ماله? ماله استاذ سعيد. يبقى هلها كلمة مكتهد اللي حالة الازمة. انا عارف انه بيسمع ما انا شايف هو بيسمع. تمام. انا عارف ان هو بيسمع. وعلى طول بيتكلم عن مدرسة على هو ماله بقى قال لي مجتهد اهو. يبقى انا عندي الطالب ماله قال لي مجتهد. الذي يستمع دي كلها وصف المين لعمنا ده. مم. كلها وصف المين. انا بوصف ان الطالب ده اللي اللي على طول بيستمع الى مدرسة على الهوة. ماله يا مستر سعيد. قال لي ده مجتهد دائما. طب اما المجتهد هنا دي تعال اوصف كلمة مجتهد. قال لي رقم واحد اسم. مم. اتنين قفلت زي مستر سعيد بيقول الجملة. اللي هي تمامت معنى الايه? الجملة. مش محتاج لللي بعدها. مش محتاج لللي بعدها. هنا بقى اللي بعدها دي توصيفة تانية مليش دعو بيها. بس دي قفلتها. دي حتت نقطة. دي مش عاوزة كلام بعدها زي بعد ماله هو ماله قال. لو لغت نوع. خلاص خلص. تمام. يبقى انواع الجملة او انواع الخبر في البداية خبر المفرد. وقلنا المفرد مهما ان كان نوعه اه بقى مسنى يا جمع مش عايف ايه الكلام ده او شكل الكلمة ما عنديش مشكلة. المهم الكلمة مفردة. النوع التاني واسحاتي. النوع التاني عندي خبر جملة. جملة. اه. خبر جملة اسمية او خبر جملة فعلية. طب انا هقول حاجة بقى السعيد. بس الاول كان نوع اسمه جملة وبس. اه. هيتخصص منها اسمية وفعلية. لكن في الاصل هي النوع ايه? جملة. ده النوع. الجملة دي اسمية او جملة ايه? فعلية. لازم يكون في الجملة رقم اتنين ضمير يعود على مين? على المبتدأ الاصلي. يعني ايه ضمير? يعني ما اجا اقول مثلا اذا عندي مثاله. لازم يكون في ضمير. اه. الطالب ثوبه نظيف. الطالب هو الامل. الطالب له مطالب. له ما له عليهم عليه. اه. الطالب له مطالب. مشي الشعر. انا عمله الشعر النهارد. يعني بنبدع النهارده. الطالب ماله. نبص للسعيد هنا. الطالب ماله ثوبه نظيف. اه. طالب ماله ثوبه نظيف. دي اقول جملة. ماله ادني حكتين. مادنيش حاجة وحب. ما ينفعش يقول الطالب ماله تقولي ثوبه. ما ينفعش يقولي الطالب ماله نظيف. هو ايه نظيف الثوب? حضرتك ليك تعليق. لأ مش تعليق. انا بس انا شغال معاك حتة عجباني حتة الضمير دي اللي انت بتقول عليها. لان اولادنا ساعات في بعض الاحيان الضمير بيتوههم. حتة الضمير وجود لابد من وجود الضمير اللي هيعمل الرابطة دي بتعمل عمية التوين فانت بتشرحها صح? انا هزة الدماغ دي مش تعليق. ربنا يخليه. ده اقتناعي انا عارف اللي هو اقتناع. انا انا تخيلت ان حضرتك ايه. لا لايس اعتراق. اه هو اقتناع ولايس اعتراق. ساعات الجلالة بتاخدنا كده. اه لا لا. هتلاقيني بهزة مغي يما تاني اه. الطالب ماله هنا. قال لي ثوبوه نظيف. ماله ثوبوه نظيف. يبقى احط ايه اهو قسيم ما بين ثوبوه ونظيف. فين الرابط اللي هنا يبقى هاشوف فين الضمير اللي هنا اللي يعود على مين على الطالب. اللي الهاء في ثوبوه. طالب هنا ماله هو الامل. طالب ماله هو الامل. انا انا اه هي بس الصحاتم بس. تعليق على هو دي. بتاعة يعني الضمير. اكتشاف انا بقى كطالب بدخل ما شفتهاش في سنة ستة ودخل اولى اعدادي. انت قلتلي قبل كده سمعتها منك. الضمير وجوده في اي مكان في اي جملة في دنيته جوه بيبقى ايه? مبتدأ وما بعده خبر. يعني. وما بعده خبره. يعني ايه يعني عشان ما اولادنا ما اتلغبطوش هو ترتيبه ايه وراحينه جيه من اين. انت لقيت الضمير ودخلت اعرف ان الحتة ده ايه? فيها جملة. فيه هنا جملة. والجملة طبعا اسمية لان فيها مبتدأ وفيها ايه? وفيها خبر. تمام. طيب. الطالب له مطالب. الجملة متكونة من ايه? من اتنين. في ضمير اهو يعود على الطالب اه. يبقى ده برضك خبر جملة ايه? اسمية. طب تعالى نخرج برا عشان نعرب لان انا مطلوب مني نعرب. انت كان مطلوب منك تخرج بس. تستخرج نوع الخبر بس. النهاردة انت مطلوب منك انك تعرب الايه? الاتنين. وانا عايزك تركز معايا قوي في الكلمة اللي انا قلتها في اول الحلقة. ان المبتدأ لازم يكون ايه? اسم. لازم يكون ايه? اقول وراي بقى. لا ده انا مش لازم. اوعى حد من ولادنا في كلمة مبتدأ ياخده شيطانه حتة بعيدة. اسم هو مبتدأ. الخبر هنختلف فيه ونتطفق زي ما الاستاس حاتم هنتكلم فيها دلوقت. لكن مبتدأ اسم. يتأخر برضو بعد كده لما تكبر كده ان شاء الله. هتلاقي بعد ما كان مبتدأ بيتأخر شوية. حد بيزوقه شوية الجوة. حد بيخليه في حتة غير الحتة. ده كلام جميل. بس برضو هيفضل اسم. بنأكدها ومش هتتغير. الخبر هو اللي بياخد شكلي تاني. او حاجة تانية. بس بيبقى خبر ده نوع بقى. خبر بقى جملة فعلية زي ما هنتكلم في الفعل اللي موجود معايا دلوقت. اه. يعني ماله بقى. اه. ماله دي لو ادتني اسم حرف زرف في ضمير يعود على المبتدأ الخبر جملة اسمية. احنا هنا ادينا المسال هنا. ضمير يعود ايه تاني على ايه? على المبتدأ. طيب جميل. طيب احنا قلنا خرجناهم هنا طلعناهم برا الجملة. لا لا سؤال تاني هتبقى لما هنخرجونا بيه. عشان انا برضو اتسئلت فيه وجاوبته لابننا ببساطة يعني. احنا عندنا في الخبر الجملة الاسمية تحديدا في عندي مبتدأ ثاني. اه. صح كده اللي هو المفروض المبتدأ الاول شغالين عليه. والتاني اسم مبتدأ ثاني. تكراره يعني هو سألني مباشر كده ممكن تجيلي في الامتحان. وهو كده خط تحتي. المبتدأ الثاني. اه. وانا عاربه مبتدأ ثاني. اه. عشان نأكدها لولادنا. طب نقولها لولادنا. ما انا شغاله هو الله. بس الله عليه. ما انا خرجتهم برا عشان عاربهم. انا عاوز نخرجهم عشان نقولها لولادنا وتبقى انت وافق منها اوي. ما هماش ساعانين في الجملة والله. ايه. احنا هنبص هنا للجملة هنلاقي كلمة ايه? انا خرجته انا هجيب معلش الورقة كده بسرعة. ايوة. اه. 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 عشان نورهم احنا خرجناهم ازاي? ادي كلمة ثوبه نظيف وهو الامل وله ايه? ولا مطالب. ام. خدتهم ده خبر نوعه ايه? نوعه جملة اسمية. ده نوع الخبر على بعضه. اه. معنى كده ان دي جملة اسمية. تمام. معنى كده ان ايه? الحتة. الحتة التانية جملة اسمية. الحتتين دول جملة اسمية. حلوة اوي كده. يعني الحتتين دول كلهم على بعض عملوا جملة اسمية. اه. هخرجهم برة على انهم جملة اسمية واعزلهم عن المين? عن المبتدأ بتاعنا الاولاني. الكبير. اه. بس هو عايش. ربنا اندي له الصحة. اه. اه. يعني يعني كبير الجملة. موجود. موجود زي ما وقت مبتدأ. انا خدتهم انفردت بيهم يبقى عشان اقول هم مين دول. يعني هو دخل بيت العيلة زي ما بقولوا كده. بيت العيلة ليه الاب الكبير او الجد الكبير. على فكرة اه بيسموه يعني الاب بالنسبة لتوع الانجلش يا. الجراند ده اللي هو الكبير هيفضل زي ما هو. طيب دخل ما هو العيلة دي بتقبر. يعني الابن الصغير ده ما ما هيفضل طول عمره ابن صغير. ما هو هيتجوز ويخلف برضو. فيبقى فيه تاني تاني. مبتدأ وخبر. بات صغيرين. هيصغروا جوه. صغرهم بقى صحاتهم وقول لي لما يصغروا. اهو. طلعت ايه. انا برضا عشان الناس ما تطلق بلش طلعت له المبتدأ تاني. اهو. جبته بس ركنته ايه? وقفلت الباب. عشان اتعامل مع دول. عشان اتعرف عليهم. فقلت له انت هنا ايه? انت نوعك ايه? جملة اسمية. والجملة اسمية تتكاوم من ايه? مبتدأ وخبر. اهو مبتدأ وخبر. تتكاوم من مبتدأ وخبر. بس انا عندي مبتدأ اولا يبقى ده هي نسميه مبتدأ ثاني. بس ده خبر بس من غير ما فيش حاسمها خبر تاني. ما فيش تاني ولا تالت بقى. انا عندي خلاص هو خبر وبس. اه. في تعدد الخبر. اه. لكن مش هتسميمه خبر تاني برضا. هتسمي ده خبر 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 خبر. اه. ماشي? طب هو قلنا اي ضمير في اي مكان في الجملة مبتدأ وما بعده ايه خبر. بس انا خد لقب برضو مبتدأ ثاني. انا خد لقب مبتدأ ثاني عشان في عندي ايه? عشان في اول. اه. يعني عندي الاب ايه موجود. جينا هنا قال لي له مطالب. له ايه? له مطالب. قال لي في مشكلة. قلت له ايه? لحضرك في اول الحلقة قلتلنا ما ينفعش المبتدأ ييجي حاجة غير اسم. اه. طب ما ده جره مجرور? ده جره ايه? ومجرور. وضع ايه? ليه ما يبقاش خبر شبه جملة. امت رادد عليه وقلت بقى ان طالما الضمير ده موجود. وسواء كان اسم او حرف او ظرف. يعني ضميق بص اهو. ضمير زائد اسم او حرف او ظرف. هما دخلوا ببعضهم اهو. اه. كتبت ظرف بدل حرف مش مشكلة اولاد ناس امعيني. اه. ده يديني خبر جملة اسمية برضك. بس ايه الفرق بقى? هنا ده كان المبتدأ الثاني وده كان المبتدأ الثاني هنا حصلت عملية شقلبة. طيب تغير الموقع بس. اه. اه. ده بقى هو المبتدأ الايه? عشان يتقدم عليه الخبر اللي موجود معايا. اه. ده المبتدأ الثاني. وده خبره وشبه جملة. حلو. ده خبر المبتدأ الثاني ايه? شبه جملة. طب ندي جملة في حتة دي اسم السعيد تاني. بسرعة. لما اجا اقول ايه? اه معك كما اسم السعيد. انتو مستقسل معي عشرة جنيه. اه. معك كنز. ايه? معلش بدون القاب سعيد معه خمسة جنيه. اموال. ثلاثة جنيه روبا. كنز. سعيد معه ايه? اه. سعيد ماله. معلش بدون القاب. ايوة تمام. معه كنز. صح كده? اه. الكنز ده فين بقى ايوة. اه او معه اموال. ام. طيب. هنا ده خبر ايه? طالما في ضمير يعود على المبتدأ يبقى خبر جملة اسمية. اللي هو المعه ده. اللي هو معه. ايوة. طب هل هنا معدي? ظرف. معدي ايه? ظرف. ماشي? تمام. يبقى انا طالما طالما مش فعل يبقى خبر جملة اسمية. طالما مش فعل يبقى خبر جملة اسمية. يقب انت تشم ريحة الفعل. اه. شميت ريحة الفعل يحودها في حتة تانية. مفيش افعال يقب انت اشغال في جملة اسمية وخلاص. تمام كده. تمام مع وجود الرابط اللي هو ضبير. الظرف ما ينفعش يتعرب مبتدع. تمام. الظرف ما ينفعش يتعرب مبتدأ. ده شبه. ما ينفعش. اه هو شبه جملة. اه تمام. ما ينفعش للحرف الجار. ينفع تعريب مبتدأ ولا الظرف ينفع تعريب مبتدأ. يبقى لها اللي حصل ان كلمة اموال هي هتبقى مبتدأ ثاني وظرف مع الظرف ده كله خبر شبه جملة للمبتدأ الثاني. كلام ده زي الفل وكفاية اوي كده لا كفاية اوي ده ولادنا كده يعني انا اه طبعا بنشكر لساس حاتم بشكرة جدا على الحلقة الثرية دي. ما خليك شكرا. وبقول لولدنا اه مكمين طبعا صف الثاني الاعدادي والصف الثالث الاعدادي بس حلقة الصف السادس وشوف احنا ربطناها مع بعض عارفك صف السادس ابتدائي والصف الاول الاعدادي خلاص كده بس متمشوش برضو. كملوا معنا دروس النحو مستمرة بقول لكم فاصل ورجع لكم تاني ان شاء الله. اشتركوا في القناة